موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من برنامج كوشك الصحيح والذي نطالع فيه أهم وأبرز ما قالت الصحافة اليمنية والعربية الصادرة اليوم والتي تابعت العديد من الموضوعات ونبدأ من المواقع الإخبارية المحلية والبداية من موقع الموقع بوست والذي تابع موضوع المفرج عنهم من سجون محافظة إب وقال الموقع إنه خلافا لما هو متداول فإن العدد الحقيقي للمفرج عنهم وصل إلى سبعين شخصا منهم مساجين انتهت فترة عقوبتهم كما أجرى الموقع بوست لقاءات مع عدد من المفرج عنهم وقال إنهم تعرضوا للتوقيف في نقاط تفتيش على الطرق الرابطة بين محافظات البيضاء ودمار ومأرب منهم من كان متجها لمقر عمله حيث يعمل جنديا بحضر موت والآخر نجار يتبع أحد المقاولين في البيضاء والثالث مدرس بمحافظة مأرب ومصادر وقيادات أملية في شرطة المحافظة وبالسجن المركزي أكدت للموقع بوست تفاجئها بإيصال المختطفين بتلك الأعداد الكبيرة التي تفوق القدرة الاستيعابية للسجن ما جعلها تخبر الميليشيا بعدم تحملها مسؤولية تغذية واستضافة تلك الأعداد وهو ما جعل الميليشيا تسمح لهم بالتواصل مع أهليهم لطلب معونات غذائية طوال فترة الاعتقال وأضافت المصادر أن الميليشيا رتبت بعد ذلك لإطلاقهم تحت مسمى حسن النوايا ضمن صفقات تبادل الأسرى والمعتقلين في إطار مشاورات الكويت وطلبت ضمانات منهم وحذرتهم بإعادتهم للسجن في حال مخالفة التعهدات والاعترافات بأنهم أسرى حرب مقاتلين في صفوف المقاومة وإلى موقع عدن تايم والذي حمل في صفحته الرئيسية عددا من العناوين منها تبديد 22 مليون وقفة احتجاجية مطالبة بإيقاف انهيار صحيفة 14 أكتوبر تقول التفاصيل دعا صحفي وموظف مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر بعدا إلى وقفة احتجاجية للمطالبة بإيقاف انهيار المؤسسة ومن العاصمة المؤقتة عدن أيضا رفض وتنديد واسعين بالدعوات لتظاهر يوم غد وقل الموقع أبدى ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي رفضهم لدعوات التظاهر في مدينة عدن يوم غد ونشر العشرات قوائم تحمل أسماءهم رفضوا فيها ما أسموه الدعوات المشبوهة كونها تستهدف الأمن والسكينة في المدينة وتخدم أغراضا وأجندات لنشر الفوضى في المدينة وإلى موقع المصدر أونلاين والذي عنون في صفحته الرئيسية وقال إصدار أول جواز سفر يمني من مدينة عدن بعد تحريرها من الحوثيين وقالت التفاصيل أن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن ضغر الثلاثاء دشن العمل في المركز الآلي لإصدار الجوازات بمحافظة عدن وأصدر أول جواز وأكد بن ضغر أن الحكومة تسعى في القريب العاجل لفتح مراكز إصدار آلية أخرى في مأربة وسيئون والمكلة والمهرة وتعز كمرحلة أولى كما عنون الموقع مقتل عدد من الحوثيين والمقاومة وأسر ثمانية من الميليشيا في الضالع التقاسم في الكويت ليس حلا تحت هذا العنوان كتب وزير التقاف الأسبق خالد الرويشان مقالا حذر فيه من خطورة تقاسم السلطة وقال الكاتب في أجزاء من المقال تقاسم اليمنيون الوظائف بعد الوحدة عام تسعين خلال فترة انتقالية وأفضى ذلك التقاسم لحرب أربعة وتسعين وتقاسم الحكومة ومؤتمر الحوار خلال فترة انتقالية الفين وثلاثة عشر وأفضى ذلك للكارثة الكبرى في الحادي والعشرين سبتمبر عام الفين واربعة عشر وتقاسم بعدها حكومة الكفاءة برئاسة بحاح وأفضى ذلك لحصار وهروب الرئيس هادي وبحاح من صنعاء ويريدون اليوم تكرار التقاسم في الكويت وفترة انتقالية جديدة وهكذا التقاسم يفضي دائما إلى التقاسم التقاسم لغة يعني الهلاك لا أحد يتعلم لو كان التقاسم حلا لما كنا قد وصلنا إلى هنا ثم تقواعد حاكمة ثم تقوانين ودساتير وقرارات دولية التقاسم عادة يكون بين العصابات يتقاسمون ثم يتقاتلون ثم يتفاوضون كي يتقاسمون وبعدها يتقاتلون وهكذا لا استغرب اسرار المتفاوضين على التقاسم بل استغرب موقف ولد الشيخ أحمد وصمت الكويت ورعاة التفاوض من فخ التقاسم ويكفي أن يتأمل وقائع السنوات الخمس الماضية في اليمن كي ينتبه أن اليمن ليس مزرعة دجاج حتى يتم تقاسمه واقتسامه ولا هو بضاعة في مخزن جاهزة للجرد والتقسيم ثم تشعب مقهور ومظلوم يموت كل يوم نفذ قرارات مجلس الأمن فحسب وتنفيذ القرارات ليس نهاية العالم ثم تنتخابات ستغير خارطة الحكم بعد ذلك فلماذا الإصرار على التقاسم ما دامت الانتخابات قادمة وإلى موقع يمن ونتر والذي جاء فيه غرقوا ستة يمنيين أثناء خروجهم للصيد في المياه الدولية يقول الموقع نقلا عن مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوتيين أن ستة صيادين يمنيين لقوا حتفهم في المياه الدولية أثناء خروجهم للصيد غربي اليمن ونقل مركز الإعلام الأمني عن شرطة خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر أن الصيادين كانوا على متن جلبة انقلبت في عرض البحر نتيجة للرياح الشديدة ما أدى إلى وفاتهم جميعا ورجحت أن يكون الحادث قد نجم عن خلل فني متمثل بعطل المحرك إضافة إلى سوء الأحوال البحرية ومن العناوين الأخرى ولد الشيخ يدعو الأطراف اليمنية للإفراج عن الفئات المستضعفة وسجناء الرأي إلى موقع صهاري جينيوز والذي علق في صفحته الرئيسية وزير السياحة يناقش آليات تفعيل النشاط السياحي بمحافظة عدن وقالت التفاصيل عقد وزير السياحة معمر الإرياني اجتماعا بموظفي مكتب السياحة بمحافظة عدن ونقش معهم أوضاع السياحة بالمحافظة والتحديات التي تواجه عمل المكتب وقال الإرياني إن قطاع السياحة لابد أن يكون له دور في إعادة الوجهة السياحية لعدن من خلال إقامة البرامج والأنشطة السياحية ووجه بسرعة إيجاد الحلول والمعالجات التي من شأنها إعادة تشغيل الفنادق لتستقبل السياحة الخارجية والداخلية لكل أبناء اليمن ومن العناوين مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز المنزلي بعدن هل الشمال والجنوب على مركب واحد تحت هذا العنوان كتب يسر الأثوري مقاله المنشور في موقع تعز أونلاين وقال الكاتب يسر الكثير من أبناء الجنوب وخاصة المتشدين منهم على أن مصيرهم بات مستقلا عن الشمال وأن الحرب في الشمال لم تعد تعني فليظل الحوثي مسيطرا على الشمال ومن وجهة نظرهم فليس الشماليين سوى مجموعة من المتحوثين الجدد وأنصار المخلوع ويتجاهلون حربا طاحنة في تعز والبيضاء ومأرب والجوف من يطرح وجهة النظر السطحية هذه هم ذاتهم الذين طرحوا وجهة نظر مماثلة في وقت سابق عندما كان الحوثي يغزو عمران وصنعاء وكثيرا ما رددوا بأن هذه حرب شمالية شمالية لا علاقة للجنوب بها ولم يستفد سوى الحوثي من تلك السطحية الزائدة بل ربما عمل هو على نشرها وأقناع الناس بها غير أن النار التهمت الجميع ولم تمضي سوى ستة أشهر على سقوط صنعاء بيد الحوثي حتى كانت جحافله ودباباته في مدينة عدن وأحدثت دمارا هو الأسوأ في تاريخ المدينة على الإطلاق الآن ذات الأطروحات تتكرر بطريقة مشابهة مع اختلاف بسيط يتحدثون مواربة وصراحة أن دعو الحوثي يلتهم الشمال ويحكمه معتقدين أن هذا سيجر إلى الانفصال متجاهلين أن اليمن ستصبح دولة منسية لا أحد يعيرها اهتماما كما هي الصومال اليوم وسيتشرد اليمنيون في أسقاع الأرض ومن لم يمت بالحرب سيموت بحم الضنك وقد يموت جوعا وقد يكون حال الجنوب في أحسن الأحوال وفق هذه الأطروحات كحال جمهورية أرض الصومال في ذلك البلد الإفريقي الذي تمزقه الحروب منذ 25 عاما فلا هي جمهورية معترف بها ولا هي تنعم بالعيش الرغيد وللاشتراك نت والذي تابع تطور المواجهات في لحج وعنون الموقع لحج الميليشيات تدفع بتعزيزات كبيرة للقبيطة وسط استمرار المعارك ونزوح السكان تقول التفاصيل دفعت ميليشيات صالح والحوثي بتعزيزات عسكرية كبيرة لقواتها إلى مديرية القبيطة وسط حركة نزوح كبيرة للسكان واستمرار المعارك العنيفة وقالت مصادر محلية للاشتراك نت إن تعزيزات عسكرية كبيرة ومتواصلة تصل الميليشيات إلى منطقة الكعبين ومناطق مجاورة لها يأتي ذلك وسط استمرار حركة النزوح للسكان من الكعبين وقرية الجعيدة إلى مناطق في المديرية بعيدة عن المواجهات وأكدت مصادر في المقاومة وسكان المحليون بأن الميليشيات توعدت اليوم بتفجير العديد من منازل القيادات وأفراد المقاومة الشعبية قبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا نعاود الترحيب بكم ونصطحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من صحيفة عكاد السعودية والتي عنونت حول مشاورات اليمنيين تفاؤل كويتي والحوثيون ينقلبون على مشروع السلام وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن إرجاء مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد تقديم مشروع خريطة تنفيذ القرار 2216 في اليمن إلى وقت آخر وأوضحت المصادر في تصريحات إلى عكاد أن رئيس وفد الميليشيا الإنقلابية الذي توجه إلى صعدة للحصول على تفويض كامل بالتوقيع على المشروع الدولي والأممي عاد إلى الكويت باشتراطات أعادت المشاورات إلى النقطة الأولى رافضا تقديم أي تنازلات لإيجاد حل سلمي وقال الحوثي في تصريحات نحن كان موقفنا أن أي تورقة تصدر لا تلب المطارب التي أعلنها في البيان والمتمثلة بسلطة توافقية سنرفضها مضيفا سنعود للحوار حتى ولو شاء من الألف صحيفة الحياة اللندنية اعتبرت أن ميليشيا الحوثي استبقت مشروع الحل الذي تعتزم الأمم المتحدة تقديمه إلى طرفي المشاورات اليمنية في الكويت بالرافض وتفيد الحياة رئيس وفد الحوثيين إلى مشاورات الكويت قال إنهم سيرفضون أي تورقة تعدها الأمم المتحدة لا تلبي مطالبهم في إنشاء سلطة توافقية تكون فيها مؤسسات الدولة الرئاسة والحكومة واللجنة العسكرية متوافقا عليها كما تعتبر الصقيفة أن ما يحدث في تعز هو جزء من الرفض للسلام وقالت إن مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق صالح استمر في شن هجمات على الأحياء السكنية ومواقع القوات الموالية للحكومة في محافظات تعز والضالع والجوف ومأرب وحجة إلى صحيفة السياسة الكويتية والتي عنونت قيادي ناصري للسياسة مشاورات الكويت وصلت إلى مرحلة عبثية وانفصال الجنوب لن يتم وقال أمين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في اليمن أبضل المقتري أن المشاورات الجارية حاليا في الكويت وصلت إلى مرحلة عبثية بعد شهرين من الحوار من دون الوصول إلى الاتفاق العام وقال المقتري للسياسة نحن نحمل مسؤولية ما يحدث للمجتمع الدولي بشكل أساسي وفي مقدمته الدول الخمس دائمة العضوية وضاف أمين الدائرة السياسية يفترض أولا تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن ومن المؤسسات التي تم الاستيلاء عليها بموجب الإعلان الدستوري للخثيين وإذا ما نفذت هذه الإجراءات الأساسية بعد ذلك فلا مانع من استئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون الجميع فيها شركاء وهذا هو الطرح المنطقي المسلمون ضحايا الإرهاب تحت هذا العنوان كتب عبدالله عبيد حسن مقاله المنشور في صحيفة الاتخاد وقال الكاتب عندما ننظر إلى أعمال وحوادث إرهابية في لندن وباريس وبروكسل والعراق ونيجيريا والسعودية يخطر على البال السؤال الأول ما الهدف الحقيقي لهؤلاء الذين يتحدثون باسم الإسلام إذا كان هدف هذه الجماعات المارقة هو إحياء الدين وإعادة الخلافة الراشدة التي نشرت الإسلام وأقامت دولتها الكبرى فهذا هدف لن يتحقق بقطع الرؤوس واسبي النساء ونهب ثروات البلاد الإسلامية التي أخضعوها وإنما الذي تحقق هو أن هؤلاء أضعفوا المسلمين وفرقوا كلمتهم وشوهوا صورة الإسلام أمام أنظار العالم وكلما مضى هؤلاء في أعمالهم الإجرامية الطائشة تقوت حجة أعداء المسلمين بأسلحة فكرية وسياسية لمحاربة الإسلام حماية لأوطانهم من الإرهاب الإسلامي وما نراه اليوم أن كثيرا من الساسة والمعلقين خرجوا يدعون لتوحيد أمتهم وجمع صفوفها وتخطي خلافاتها لمواجهة هذا العدو الذي أصبح يهدد أطفالهم ونساءهم وعاجزتهم من داخل أرض وطنهم حتى أن هيلاري كليندون والتي كانت تبدو أعقلة وأعلم مرشح الرئاسة والتي لم تستخدم يوما عبارة الإرهاب الإسلامي اضطرت أخيرا لمجارات الركب فخرجت لتعلن التزامها بأن تكون أولى أولويات سياستها الرئاسية محاربة الإرهاب الإسلامي والقضاء عليه في الداخل والخارج صحيفة البيان الإماراتية تناولت الوضع السياسي وعنونت الحوثيون يستبقون خطة السلام الدولية بفرض الشروط الصحيفة الإماراتية قالت استبق الحوثيون خطة السلام الدولية المقترحة في اليمن وهددوا برفضها إذا لم تلب اشتراطاتهم فيما قال مصدر الحكومي في المفاوضات إن الحوثيين يريدون تضييع الوقت بالمشاورات للتقدم على الأرض وإنهم يطالبون بالشراكة قبل أي اتفاق وقال رئيس وفد الإنقلابيين الحوثيين محمد عبد السلام سمعنا من الأمم المتحدة أنها تعد ورقة وكان موقفنا أن أي ورقة تصدر لا تلب المطالب سترفض عنوان آخر الميليشيا ترتكب 400 انتهاك لوقف النار في مايو صحيفة الخليج الإماراتية أيضا تابعت تطورات المواجهات في تعز وعنوانات هجمات فاشلة للحوثيين على الضباب وشرق تعز تقول الصحيفة تجددت المواجهات في مناطق متفرقة بمحافظة تعز عقب استمرار ميليشيا صالح والحوثي في خروقاتها للهدنة المفترضة وقصفها الأحياء السكنية تضيف الصحيفة اندلعت مواجهات في الضباب عقب محاولة ميليشيا التقدم باتجاه مواقع الجيش والمقاومة في ميلات والوادي والحرمين فيما دارت مواجهات مماثلة في تعبات وكلابة غير أن قوات المقاومة والجيش الوطني تصدت لتلك المحاولات وبحسب مصدر في المقاومة فإن اثنين من قناصة ميليشيا الحوثي قتلا برصاص المقاومة في جبلهان غرب مدينة تعز وإلى صحيفة العرب الجديد والتي عنونت أطباء بلا حدود سبعمائة مدني أصيبوا منذ بدء الهدنة بتعز تقول التفاصيل أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الطبية الإنسانية أن مرافقها في مدينة تعز اليمنية استقبلت منذ بدء وقف إطلاق النار في أبريل 1624 جريحا أصيبوا جراء القتال في تعز نصفهم من المدنيين وقال منسق البشرو في منظمة أطباء بلا حدود في تعز صلاح دونغودو إنه في الثالث من يونيو استقبلنا 122 جريحا في المرافق التي ندعمها وغالبية المصابين أصيبوا بالصواريخ التي ضربت سوقا مكتدا في تعز وأضاف وصل أيضا 12 شخصا كانوا إما ميتين لدى وصولهم أو مصابين بجروح خطيرة تسببت بوفاتهم بعد وصولهم إلى غرفة الطوارئ وفي اليوم التالي وصل 135 شخصا آخرون مصابون بجروح حرب بكل بساطة لا نشهد أي تقلص في مستوى العنف ودعت منظمة أطباء بلا حدود جميع الأطراف المتنازعة في اليمن إلى اتباع المزيد من الإجراءات من أجل حماية المدنيين كما دعت جميع الجهات الفاعلة إلى أن تقلص مستوى النزاع الحاد وأن تسهل في جميع الأوقات دخول العمل الإنساني من دون عوائق إلى تعز بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختاب حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحظه ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاركاتير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة